السلام عليكم شباب الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة حلم تحناية المحافظات فرع الهندسة هنبدأ بمحافظة رقم واحد محافظة القاهرة تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم في رقم واحد يقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعتادة رقم واحد عدد متوسطات المسلس المختلف الأضلاع يساوي أي مسلس أي أن كان نوع متساوي الأضلاع مختلف الأضلاع متساوي الصقين عنده ثلاث متوسطات والسلام دا بلغبة طلبة كتير جدا تروح تختار صفر ليه؟ لأنه بيخلط ما بينه وما بين عدد محاور التماسل المسلس المتساوي الأضلاع عنده ثلاث محاور التماسل المتساوي الصقين عنده محاور تماثل واحد أما مختلف الأضلاع ما عنده شو لمحاور تماثل صفر فالطلبة تروح تختار صفر بناء على ده لكن أي مسلس أي أن كان نوع عنده ثلاث متوسطات في فارقة من السؤال ده وده رقم 2 يقول لي في المسلس ألف به جيم إذا كان ألف به أكبر من به جيم فإن قياس زاوية ألف مقارنة بقياس زاوية جيم ماذا هو المقابل للألف به؟ انت عندك ألف به جيم لكي تعرف المقابل للألف به احذفه يتبالك الجيم الحرف الثالث اللي ناقص المقابل للبه جيم المقابل للبه جيم اللي هو ألف أهنر أكبر زاوية جيم ولا زاوية ألف شوف الضلع للأهنر أكبر الضلع ألف به يبقى زاوية جيم هي الأكبر المسلس الذي أطوال أضلعه 3 سنتي كاف سنتي 7 سنتيمتر متساوي الصقين عندما كاف أنت قدامك احتمالين عشان يكون متساوي الصقين يما كاف تكون ثلاثة يما كاف تكون سبعة طيب اختارها هنا ومسطر اعمل الفترة بتاعة الضلع الثالث اطرح مرة 7 ستراتة أربعة 7 ستراتة عشر يبقى ايه اللي ما بين الأربعة والعشرة السبعة رقم أربعة إذا كان طول أي ضلع في مسلس يساوي ثلث محيطه فإن عدد محاور تماثل المسلس يساوي طول الضلع هو الثلث المحيط يبقى معناها أنه كل ضلع واخد الثلث يبقى الثلاث أضلع الضبع يبقى مسلس متساوي الأضلع معنى أنه هو مسلس متساوي الأضلع يبقى عنده كم محاور تماثل عنده الثلاث محاور تماثل طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المسلس القائم الزوي يساوي نقط الوطر الضلع المقابل للزاوية 30 نصف طول الوطر رقم اثنين بيقول لي أكمل ما يأتي رقم واحد منصف زاوية الرأس في المسلس المتساوي الصاقين نقط أند نقط بص هذه مسلس متساوي الصاقين وهذه منصف زاوية الرأس هو بيعمل حكتين بيكون عمودي على القاعدة وينصفها رقم اثنين إذا اختلف طول ضلعين في مسلس فأكبر هما في الطول لو عندي ضلعين مختلفين فالضلع الأكبر بيبقى وصاده زاوية أكبر في القياس يبقى إذا اختلف طول ضلعين في مسلس فأكبر هما في الطول تقابله زاوية أكبر في القياس أحيانا تلاقي حد بيفضل أنه يكمل ويقول لك من قياس الزاوية المقابلة للضلع الأخ رقم ثلاثة إذا كان طول ضلع مسلس متساوي الأضلع يساوي 12 سنتي فإن ارتفاعه يساوي نقط سنتي مسلس 12 سنتي أهو 12-12-12 ارتفاعه كام هنعرفين أن الارتفاع المتوسط الارتفاع المسلس المتساوي السقين هو هو المتوسط اللي بيبقى عمودي على القاعدة وينصفها يبقى ديك 6 وديك 6 عايزين الارتفاع ده كام عشان نجيب الارتفاع ده هنطبق نظرية فيسا غورس الجزر التربيع لـ 12 تربيع ناقص 6 تربيع تبقى 6 جزر 3 رقم 4 محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم لو أنت عند القطعة مستقيمة هستعمل لها محور تماثل ده بيبقى مستقيم عمودي عليها من منتصف ننتقل بقى المسائل البرهان والإثبات رقم 3 بيقول لي في ألف في الشكل المقابل بهدال متوسط في المسلس ألف بهجيم ده متوسط بهدال أصغر من ألف دا يعني ألف دا دي أكبر من بهدال برهن أن زاوية ألف بهجيم منفرجة طيب هقول له كده بما أن أول حاجة الهالي بهدال متوسط في المسلس ألف بهجيم يبقى نقدر نقول طالما متوسط المتوسط هو المستقيم المرسوم من رأس المسلس المنتصف في الضلع المقابل يبقى دال منتصف ألف جيم وتراميه في المنتصف يبقى ألف دال يساوي جيم دا طيب و بعدين تعال بقى نخصص كلامنا كده على المسلس دا ألف بهدال في المسلس ألف بهدال بما أن ألف دال أكبر من بهدال معلومة هو مدهالك يبقى الزاوية المقابلة لألف دال اللي هي ألف بهدال أكبر من الزاوية المقابلة لبهدال اللي هي ألف سميلي دي رقم واحد تعال بقى انقل على المسلس جيم به جيم دال اللي هو الثاني في المسلس به جيم دال سأكبر لون الأزرق مثل ما نحن سنلاحظ أن جيم دال أكبر من بهدال ولكن سأقول له لأن جيم دال تسبب ألف دال ليس جيم دال ألف دال وألف دال أكبر من بهدال سأكون جيم دال أكبر من ألف دال يبقى قياس زاوية دال بهجيم أكبر من قياس زاوية المقابل مش دال بهجيم الكبيرة يبقى المقابل لها دال بهجيم أكبر من زاوية جيم اللي مقابلة به يسمي دي رقم اثناء تعال بقى بجمع واحد واثناء ينتج قياس زاوية ألف بهدال زاق قياس زاوية دال بهجيم أكبر من قياس زاوية ألف زاق قياس زاوية جيم طب بص معنا كده على ألف بهدال ودال بهجيم ألف بهدال اللي هي دي ودال بهجيم اللي هي دي يبقى تدينا قياس زاوية الف بهجيم أكبر من قياس زاوية الف زائد قياس زاوية جي يبقى إذن زاوية الف بهجيم منفارقة هذه الاثبات كاملة نجي البيه بيقولي في الشكل المقابل الف بهجيم مسلس قائم الزاوية في به دال منتصف الف جيم الف به يسوي 5 سنتي الف جيم 10 سنتي قياس زاوية جيم 30 درجة أوجد قياس زاوية به دال جيم عايز الزاوية دي المسألة دي مين أسهل ما يكون هقوله كده بما أن المسلس ألف بهجيم قائم في به ودال منتصف ألف جيم إذن به دال المتوسط ده بقى إذن به دال نص ألف جيم يعني يسوي خمسة سنتي نص العشرة بخمس وهو قال لك أصلا أن الدال منتصف ألف جيم يبقى دال جيم تسوي خمسة سنتي يبقى المسلس دال به جيم متساوي السقيق ليه؟ ده خمسة أو ده خمسة يبقى قياس زاوية دال به جيم يسوي قياس زاوية جيم يسوي ثلاثين درجة طب هو عايز قياس زاوية به دال جيم اللي فوق اللي يبقى تسوي مية وتمانين نص تلاتين زا تلاتين تلاتين زا تلاتين ستين مية وتمانين نص ستين تبقى مية وعشر رقم أربعة يقول لي ألف به يوازي دال ه جيم ه يسوي جيم دال اثبت أن المثلث ألف به جيم متساوي سقيق طيب أسهل ما يكون بما أن المثلث دال ه جيم فيه دال ه ولا دال جيم لا دال جيم يسوي جيم ه إذن قياس زاوية دال يسوي قياس زاوية ه بعد كده بما أن دال به يوازي مش عارف ليه بقول دال به ألف به يوازي دال ه التوازن الموجود عن وألف ه قاطع لهما إذن قياس زاوية ألف يسوي قياس زاوية ه بالتبادل وقياس زاوية به يسوي قياس زاوية دال برضو بالتبادل دي هنسميها رقم واحد ودي رقم اثنين ودي رقم ثلاثة هقول من واحد واثنين وثلاثة إذن قياس زاوية ألف يسوي قياس زاوية به إذن المثلث ألف به جيم متساوي الساقي رقم رقم في الشكل المقابل ألف به يسوي ألف جيم به جيم يسوي عشرة سنط كلها زاوية به ألف دال 30 درجة ألف دال عمودي على به جيم أوجه طول ألف دال ورقم اثنين بيقول معدد محاور تماثل المثلث ألف به جيم طيب عايزين نجيب طول ألف دال لو تعال نبدأ في المثلث ألف به جيم بما أن ألف به يسوي ألف جيم وألف دال عمودي على به جيم دال هو مدهون يبقى نقدر نقول على طول أن الألف دال متوسط يبقى تقدر تقول أن دال منتصف به جيم دي كده في المنتصف يبقى به دال يسوي دال جيم يسوي عشرة على الاتنين يسوي خمس يبقى دي خمسة ودي خمس أنت معك في المثلث ألف به دال لو ركزت كده في المثلث ألف به دال قياس زوية به ألف دال يسوي 30 درجة قياس زوية ألف دال به يسوي 90 درجة إذن خمسة تربية تبقى خمسة جزر ثلاثة سنت بيقول لي ما عدد محاور تماثل المثلث ألف به ج لو ركزت كده هتلاقي أن الألف به بيسوي الألف ج بيسوي عشر والبه ج برضو تسوي عشرة يبقى ده مسلث متساوي الأضلاع بما إنه مسلث متساوي الأضلاع يبقى عدد محاور التماثل كام ثلاثة هذه البرهان كاملة رقم خمسة بيقول لي في الشكل المقابل اثبت أن قياس زاوية ألف به ج أكبر من قياس زاوية ألف ده ج زا ده أكبر من قياس زا ده تعال نقسم المسألة دي المثلث هي أول حاجة في المثلث ألف دال به بما أن ألف دال أكبر من ألف به ده خمسة ودربعة يبقى الزاوية المقابلة للألف دال اللي هي ده قياس زاوية ألف به دال أكبر من الزاوية المقابلة للألف به اللي هي ده ألف دال به ودي سميها رقم واحد تعال بقى في المثلث جيم دال به بما أن جيم ده أكبر من به جيم يبقى الزاوية المقابلة للجيم دال بعدين سأقول إجمع لي واحد واثنين مع بعض ده أجمع لألف به دال مع دال به جيم وإجمع لألف به دال ألف دال به آسف مع به دال جيم آسف ستجد مجموعة الزاويتين الكبار سيكون أكبر من الزاوية الصغير آسف به دال مع دال به جيم اللي هي دال به اللي هي آسف به جيم والناحية الثانية الزاوية دي مع دي اللي هي آسف دال جيم رقم به بيقول لي آلف به جيم مسلس فيه آلف به بستة سنتي آلف جيم بتمانية سنتي به جيم بسبعة سنتي لا تبق قياسات زاوية المسلس تصاعديا تصاعديا من الزاوية الصغير لكي آلف به أصاده جيم آلف جيم أصاده به به جيم أصاده آلف هايزين نرتب المسلس تصاعديا تصاعديا يعني من الصغير لكي بسبعة هترتب الأطلاع الأول تصاعديا آلف به أصغر من به جيم أصغر من آلف جيم وبعدين ترتب الزاوية آلف به أصادها كام جيم و به جيم أصادها آلف آلف جيم أصادها به كده يا شباب يكون ننتهى معنا اختبار أو امتحان حفظة القاهرة رقم واحد نردق إن شاء الله في امتحان رقم اثنين أتمنى تكون صفاتكم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وسبسكريب ودعوتكم وكمنتاتكم للجابية حافظني حتى كامل واستمر واتمنى لكم كل التوفية شباب وشكرا والسلام الله عليكم